في هذا الفيديو ستتعرف على الخطوات الخمس التي ستساعدك في توجيه خدمة العملاء نحو الأفضل تنطبق مهارات خدمة العملاء الجيدة عند وجود التفاعل الصحيح مع عميلك لذا احرص على أن تبقي عميلك راضيا عن طريق جعله يشعر أنه دائما على حق وهنا يؤدي تحسين التفاعل بين العميل وفريق خدمة العملاء إلى تمييز هذا الفريق وتطوير عملي إليك خمس خطوات أساسية يمكنك اتباعها لتحسين تفاعل فريقك لخدمة العملاء تأكد من أن العميل يشعر أن هناك أرضية مشتركة بينكما وأثبت له بأنكما تتشاركان المصالح وبأن مشكلته هي مشكلتك اصغي إلى العميل بانتباه وأصهر تعاطفك معه أو بعبارة أخرى ضع نفسك مكانه إن الإصغاء هو عامل رئيسي في جعل العميل يشعر أنك تهتم حقا لمصلحتي من الضروري جدا أن تعترف بخطائك إذا كنت مخطئ فذلك يجعلك تقترب من العميل وتثبت له بأن لا مكان الغطرس بينكما يجب المتابعة مع العميل بعد حل المشكلة وإجراء المسوحات بصورة منتظمة سواء من خلال رسائل بريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو المواقع الإلكترونية أو إرسالها مع الفاتورة للعميل بعد حسم كافة القضاء تعلم من أخطائك فتلك هي الطريقة الأسرع لزيادة قدرتك على فهم احتياجات عملائك وتذكر أن التفاعل مع العملاء بشكل يومي سواء كان ذلك عند نقطة بيع أو في برنامج حول علاقتك مع العملاء وبعد تسوية المشكلة يزيد سرعة تعلمك والخلاصة هي أن جزءا من نهارات خدمة العملاء هو تحسين التفاعل مع العملاء وذلك باستخدام هذه المبادئ التوجيهية الأساسية لتمهيد الطريق نحو تحقيق خدمة عملاء رائحة ترجمة نانسي قنقر شكرا